النهاردة موسيماني هو بيتكلم عن هذا الموقف ومقابلته لتوخل لتوماس توخل قال ايه المدير الفني طبعا لتشيلسي قال ايه قال طبعا السادة اللي فاتت هانز فليك جاي واتكلم معايا وسلم عليها وكده ولكن المرة دي كان التواضع كبير جدا ان هو اللي يجي لتوخل نفسه اللي يجي له ويسلم عليه ويقول له انت عامل شغل كويس جدا فده وقال له لنادي الاهلي ده نادي كبير يعني يا جماعة هو ده نادي الاهلي خلينا دايما نبقى فخورين بنفسنا خلينا دايما نبقى مبسوطين بينا انا بتكلم مش بتكلم جمهور الاهلي بتكلم مصر كلها تبقى لازم تبقى فخورة كل جمهور المصري يبقى فخور بالنادي الاهلي واللي بيعملوا النادي الاهلي النادي الاهلي دائما في ظل هذه الظروف الصعبة جدا وغياب 14 لعب وبتلاعب واحد من اكبر واهم الفرق في المكسيك ها وبتكسب بتكسب دايما النادي الاهلي على منصات التتويج دايما النادي الاهلي واقف بتلاعيه في كل مكان فعشان كده الواحد فخور وسعيد ومبسوط تخيل ان حضرتك ان احنا قدي ايه مبسوطين قدي ايه سعداء ولكن فيه غصة كده وحزن مننا كلنا انه ليه ما خدناش اول او تاني ليه ما خدناش البطولة او على رأيه مسيماني قالك انا كنت عايزة اغير انا زعلان لان انا ما غيرتش لون الميدالية كان نفسه تبقى ذهبية او فضية فبالتالي ان شاء الله سنة جاية وسنعود للموسم القادم هو كلام مسيماني سنعود ان شاء الله للموسم القادم واحنا قدينا في ايد بعض علشان مرة تانية نلعب في كاس العالم الاندية هو ده النادي الاهلي هو ده اللي بيشتغل به دايما النادي الاهلي دايما الصورة بتلاقوها مع حضراتكم بتجمع منصات التطويج للنادي الاهلي 2006 و2020 و2021 دائما النادي الاهلي دائما على منصات التطويج